التعب النفسي له علاج نشير إلى بعضها من واقع التجربة والمعايشة في الحياة ومع الشباب النقطة الأولى معرفة أسباب التعب النفسي أول خطوة للعلاج هو تشخيص الأسباب أن نشخص أسباب المرض وهو التعب النفسي هنا ما هي أسبابه؟ هل هو مثلا أسبابه الفشل في الحياة؟ هل أسبابه مثلا النقص في المعنويات؟ هل أسبابه عدم وجود المال؟ هل أسبابه مثلا التعثر في أمور الحياة؟ وما شابه ذلك أن نعرف ما هي الأسباب إذا عرفنا الأسباب نستطيع أن نضع العلاج نحدد السبب ثم نبحث له عن العلاج المناسب